طيب زي ما اتفقنا في بداية الحلقة أنا بعتبر أنه المباراة بتاعة الحرس الوطني هي نهاية المرحلة الأولى لمستر موسماني مع النادي الأهلي وبداية من انطلاقة الموسم أو مباراة الإسماعيل الجاية هتكون بداية المرحلة التانية لمستر موسماني اللي بالتأكيد جمهور النادي الأهلي في انتظار الكتير فيها انتظار على مستوى الأداء على مستوى الفكر على مستوى البصمة بتاعة مستر موسماني اللي تكون أوضح بشكل كبير جدا في الموسم اللي جاي خصوصا أنه كل المطباط والظروف الاستثنائية جدا جدا والصعبة جدا اللي تولى فيها مستر موسماني المسئولية خبراته مع الكرة الظروف دي انتهت يعني كل الحاجات الصعبة اللي عد بيها الجهاز الفني من أول مطش الرجاء في قبل نهاية أفريقيا في البطولة النجمة التاسعة مرورا بالموسم اللي فات بكل حاجة حلوة وكل حاجة مر فيه الرجل بالتأكيد ازدادت خبرته مع الكرة المصرية ازدادت خبرته ومعرفته بالعيبة بتاعة النادي الأهلي ازدادت خبرته بحجم البطولات وكم المباريات اللي بياخدها النادي الأهلي على مدار الموسم وبالتالي رؤيته تخطيته بصمته مفترض تبقى أحسن بكتير جدا مع النادي الأهلي ان شاء الله بداية من مباراة الإسماعيل اللي واضيف على ده واللي بتضيف على ده كمان جماهي النادي الأهلي انه اضاف للسكواد اللي عمل إنجازات دي كلها ووجيل أكتر من رائع يحسب ليه الحقيقة الكمل كبير جدا من إنجازات في ظل الظروف دي اضاف عليها عدد محترم جدا من الأسماء في مختلف المراكز المراكز راس حربة صريح زي حسن حسن لعبة يعني جواكر زي كريم فؤاد يلعب باك يمين باك شمال برسيتاو ميكي سوني يلعب نص ملعب يلعبوا جناحين تشغلهم هنا تشغلهم هنا واضافة لعودة أولادنا طبعا عمار حمدي وأحمد عبدالقادر الحقيقة ورقتين اعتقد هيكونوا اضافة كبيرة جدا لسكواد النادي الأهلي خلينا نتكلم سريعا على مباراة مبارح ونشوف فيها الدروس المستفادة ونشوف طبعا وجهة نظر ضفنا شريف سالم في المباراة ونتكلم أكتر طبعا على مباراة الإسماعيل يا شريف مساء الخير نور الدنيا في السادسة شكرا شفت مباراة مبارح ازاي ويمكن خليني أربط بين المطشين مباراة الزهاب الأهلي قدم فيها مردود إلى حد ما متواضع لا يليق باسم نادي الأهلي ولا يليق حتى بمستوى نادي الأهلي في مواجهة منافس زي الحرس الوطني وما تبع ده من ردود أفعال وعدم رضا من الجمهور على شكل وقضاء نادي الأهلي وصولا لمباراة مبارح اللي الأهلي حقق فيها الفوز بنتيجة عريضة 6-1 وتأهل للمهم وتأهل للصعب وهو دور المجموعات بالنسبة لي لو هنتكلم عن المطشين دول بالذات يعني في الفترة الأخيرة فهنتكلم على هو نادي الأهلي كان عامل إزاي هناك وهنا بالنسبة لي نادي الأهلي مقدمش أكتر من 25-30% من قوته كان على مستوى التركيز أو كان على مستوى الأداء أو كان حتى على مستوى مجموعة اللعيبة الجديدة اللي لسه مدخلتش مع الفرق فأنا الحقيقة بالنسبة لي هو لمباراة الستة واحد مبارح هتحسسني لنادي الأهلي كويس ولا مباراة التعادل هناك هتحسسني لنادي الأهلي وحش لأنه هو أنت لما بتيجي تقيس لازم تقيس على قوة حقيقة القوة الحقيقية التي تقيس عليها ما ينفعش أن تكون القوة دي هي قوة مع احترامي طبعا لفرقة الناجر تبقى كوة فرقة مثل فرقة الناجر هي فرقة كويسة قوي كفرقة أفريقية كشكل كورة كأنهم عندهم فعلا تكتك عندهم تنظيم لكن الجودة في الآخر فرق كبير فرق كبير ما بين الجودة فأنا مباراة الواحد واحد لن تحسسني أن هذا أهلي لديه مشكلة ومن مراتل ستة واحد لا أرى منها الأهلي كويس يعني سأضع أن المطشين أو المواجهتين ليس مقياس الحكم على مستوى نادي الأهلي لا، ليس مقياس لأنني أريد أن أتكتب ستة واحد هل هذا معناه أنني قوي جدا وليس لديه مشاكل؟ لا نادي الأهلي لديه مشاكل لديه مشاكل مستمرة من المسلم الذي فات خصوصا في الجزء الدفاعي وعنده قوة هجومية لسه لم تضفتلوش مع اللعيبة التي ستدخل جديد فهي الفكرة كلها أنه ممكن يكون النادي الأهلي قدم مبارة مبارح ستة واحد لكن هل أنت حسيت مبارح في نادي الأهلي قوي؟ لا نادي الأهلي حتى هو بيلعب بربع قوته أو بنص قوته قادر يفوز ستة وكان قادر يفوز أكتر من كده هو يمكن عشان المطش سهل زي ما أنت بتقول وعشان يعني فيه غزارة في الأهداف وفيه مقنان لأنك أنت حسنت النتيجة خلاص وأنه من المستحيل الفريض دمك يرجع طبيعي جدا وبيحصل على مستوى مش بس الأهلي على مستوى كل فرقة كبيرة أنه اللعيبة تلعب بقى المجهود ممكن أو يعني محدش مدي الاهتمام ما أنتش بتلعب الترجي على مغاراة تأهل أو مغاراة فصيلة أو يعني أو بتلعب الوداد أو بتلعب سانداونز يعني فاهم أنت بتلعب قصب خلاص النتيجة تحسمت وبالتالي تخاف على نفسك من إصابة تخاف على نفسك من من احتكاك مش محتاج مغزونك البدني وانت عندك مواجهة مهمة وعندك منافسة شرسة يعني اللعيبة كل عاد في المركز وعارف أنه بداية من مبارات الإسماعيلي التشكيل تقريبا مش محصوب فكل محتاج يبقى بحافظ على نفسه المجموعة اللعيبة اللي موجودة خلاص محدش دوم المكان لأن إحنا بدأنا الموسم بياسر إبراهيم ورجع بدري وانون أيمن أشرف هو المستمر بدأنا بعلي معلول مبارح محمود وحيد أخذ دائق لعب بدأنا بمحمد هان وبعدين دخل أكرم توفيق في نص الملعب أنت عندك أكرم توفيق وضيف عليهم كمان ثلاثة العيبة زي عمر السولية وديانج وحمدي فاتحي الجزء الهجومي أنت مبارح شوفت أنه كهرباء كويس واحد من نجوم اللقاء كهرباء مبارح عنده هدوء بس تعاد جزء كبير جدا من مستوى وليس كهرباء الذي نحن نتعاودين عليه أول نادي الأهلي يشتريها على شأن الجماهير تشاهده لكن في الآخر اللعيب يقدي بشكل كويس ضيف على المجموعة دي مكسوني ديف بيرسي تاو ضيف مجموعة اللعيبة اللي دخلت محمد شريف مش بيقدي أحسن حاجة من معه من مبارات السوبر لحد دلوقتي مش بيقدي أحسن حاجة حتى مع المنتخب سجل آه ده فين لكن هكلمك على شريف شوية شريف بالنسبة للجمهور نادي الأهلي وبالمناسبة يعني جماهير نادي الأهلي مستوعبة وده اللعيب اللي بيبقى له رصيد يمكن مش في تقلقه أو في مستوى الطبيعي اللي احن نتعاودين عليه ناس رابطة بين ده وبين استبعاده من المنتخب وعدم مشركته مع كارلوس كيروش هل انت مع وجهة النظر دي وإيه اللي تقوله لشريف في الفترة اللي جايه؟ بالنسبة لي محمد شريف لا يعني لعيب كمهاجم هو عنده مميزات كتير جدا بتضيف حاجات كتير جدا لنادي الأهلي والدليل أنه الولد أو اللاعب يعني انتهى الموسم اللي فات هو هداف أفريقيا وهداف الدور هل هو عنده خبرات كفاية أنه يتعامل مع فكرة استبعاده من المنتخب وهو رقم واحد في مصر؟ هادي ممكن اللي يكون فيها مشكلة أنا متعاملتش مع معها شايف انه حالة عدم التركيز الناس شايف انه شريف مش مش هو شريف اللي بتعود عليه مش هقول مش مركز لانه مركز لانه مركز يعني اه صحيح في بداية المباردة يا كرة سهلة قوي ما ضياهاش محمد شريف في الظروف الطبيعية لكنه جاب بعدها كرة صعبة وكرة تقريبا كتشبه ميتة في دربكة واوة إلى آخره وعرف يخلص ويجيب جول لكن عايز اقول هل شايف انه المستوى ده او التراجع شريف نسبيا عن المردود اللي كان بيقدمه الناس متعود عليه مرتبط بعضهم من المنتخب وازاي بقى يعدي الحيطة دي؟ هادي الخبرات انه هل اللاعب ده فعلا قادر يتعامل مع فكرة ان انا انا رقم واحد في مصر واستبعدت من المنتخب؟ هادي الفكرة انه ممكن تكون دي اول تجربة لي محمد شريف اول تجربة لي روح المنتخب وراح المنتخب واستمر وكان بيقدر اداء كويس بعدين اتنقلنا لمرحلة استبعاده من المنتخب ممكن يكون استبعاده من المنتخب له تأثير على اللعب يعني ممكن يكون اللعب حاسس انه انا ازاي كون رقم واحد ويتم استبعادي خصوصا انه الحقيقة انه احنا ما شفناش قوة كبيرة قوي المنتخب مصر في الهجوب وما شفناش تبديلات فانت حتى يعني انا عندك مش رقم اربعة يعني رقم واحد لعب ورقم اثنين وثلاثة ما لعبوش طب انا مش رقم اربعة حتى فان انا كون رقم واحد في مصر ورقم واحد في افريقيا وهداف دور الابطال وهداف الدور المصري ويتم استبعادي مطلوب مني اتاني اكمل شغل مطلوب مني ان انا افضل اكمل شغل لحد ما اوصل للنقطة انه انا ارجع مكاني تاني بس الفكرة كلها انه احنا طلبنا ده بشكل لطيف يعني انه لازم من ناس تقولنا هو ليه هو في الاخر منتخب مصر بتاع الجمهور وبتاع اتحاد الكورة وبتاع الناس وبتاع مصر كلها فلما يكون فيه لعبة مهمة بتستبعد لازم يكون فيه اسباب خصوصا كمان ان المنتخب كسب فالمنتخب قدم نسخة كويسة وخصوصا في المباراة التانية مباراة ليبيا التانية العودة المنتخب قدم نسخة كويسة فكان ممكن بعدها اجواء لطيفة اطلع اقول والله انا استبعد الرجل عشان واحد اثنين ثلاثة لكن ان انا استبعد رقم واحد في مصر وما فيش اسباب واضحة لانه هو عدد الموضوع بسيط هو فيه رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة انا عندك اربعة لان التلاثة راحوا بس اثنين مشاركوش محمد شريف ممكن يكون كل ده ضار في عقله وممكن يكون كل ده اثر فيه شوية بس بالنسبة لي لأ انت لاعب في النادي الاهلي ما هو انت لما كنت هداف امبي مع احترام الامبي انت ما انضمتش للمنتخب فانت طول ما انت في النادي الاهلي حتى المستوى العادي مش بس المستوى الهائل هيحطك في مكان كويس فاستمر في الشغل اوصل لاعلى نقطة اقدر توصلها في شغلك كان في التمرين او كان في المباراة ركز مية في المية واكيد هترجع مستويك هو اللي هيرجعك فدي وجهة نظري فيما يخص موضوع محمد شريف لانه هو حصل ان احنا اللي تم استبعادهم كان محمد شريف وقفش احنا شوفنا مباراة نسخة من قفشة كويس هي النسخة اللي احنا متدين عليه مش بقول ان دي فرق 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 مع الاهلي في ماطش مباراة يعني هل تعتبر ان وجود قفشة مباراة كان حاجة محورية او سبب رئيسي في يعني مش عايز اقول تحول قوي عشو ما بليخش انا برضو شايف انه ستة واحد ده طبيعي جدا وبقل مجهود تعملها تعملها فرقة الاهلي بس خلينا نقول ان في فرق خلال اسبوع فترة زمنية مدتها سبعة ايام ومع نفس الخصم انه هل قفشة شايف انه كان سبب رئيسي في التغير لشكل الاهلي لو عندي مكان في مجموعة موظفين مجموعة الموظفين دي بتبذل مجهود كويس قوي بس مجموعة الموظفين محتاجين مدير شاطر علشان يحط كل حد في المكان الصح بتاعه تمام محمد مجدي افشة واحدة من اهم من مميزاته انه هيحط لك التمريرة زي ما انت عايزها مش زي ما هو عايزها يعني لو انت عايز التمريرة في المساحة هتاخدها في المساحة لو عايز التمريرة في رجلك هتاخد التمريرة في رجلك فهي الفكرة انه وجود افشة طول الوقت في النادي الاهلي هو اضافة للنادي الاهلي اضافة للمجموعة اللعيبة اللي موجودة لأنه هو اللي هيخلي كل حاجة لك سهلة مين هينافس أفشا السندي على المركز ده؟ أعتقد ماكسوني هو الأقرب هو اللاعب اللي عنده مميزات واسعة حركة فيها سنة بطء اللي هو البطء المطلوب للبلاي ماكر إزاي قدر أتحرك المساحات اللي بتحرك فيها المطلوب اللي شفنا فيهم ماكسوني كان عنده حتة إن أنا قادر أن يأخذ من الاتنين سنتر باكس بتوعفر إيتي والدفندرات فده حاجة بتقدي إنديكيشن أنه الولد هو قادر يكون بلاي ماكر وأعتقد محمد محمود كمان ومحمد محمود كنت مستاني محمد محمود فانتش مبارح؟ لا لأنه هي الكورة ممكن تكون عند الجمهور الجمهور أكيد يحب يشوف لعيبتهم كلها خصوصا اللاعبين اللي عندهم كريدت كويس واللعيبة اللي بتقدم مستوى كويس محمد محمود غايب تقريبا من يناير 2019 احنا بنتكلم تقريبا في الموسمين أنا على مدار الموسمين دول أنا كجمهور أنا أصلا ما شفتوش في التمريه فعلى أنه هي أساس أحكم إنه هو لازم ياخد داقل لا بس الفترة اللي فاتت وإحنا بنتابع فترة السعداد الأهلي وانت بتابع التبارين بشكل يومي يعني كل الكلام بيقول إن محمود محمود مركز جدا وفرمته يعيش بعيدة قوي فكنا متوقعين كنت بقول حتى في بداية الحلقة إنه أنت كسبان خمسة في ديئة 72 والمباراة فضل فيها ربع ساعة والمباراة حسمت كنا ناس كانت بتقول كده ليه محمد محمود مثلا ما خدش عشرة دقيقة ربع ساعة عشان أنا يشوفه تحكم عليه تديله لأنه أنا تعرف المطشاط غير التمرين برد المطشاط غير التمرين علشان كده أنا لازم أختار كويس قوي المعادة اللي يرجع فيه لعب زي محمد محمود مصاب تقريبا داخل في سنتين وصل لرقم سنتين في الإصابة المعدل بتاع اليوقا مش أحسن حاجة ممكن يكون شكله فت بس الشكل الفت ده مش لازم إنه طول الوقت هيطلع أحسن حاجة في الملعب على المستوى البدني فأنا عشان مخسرش الولد خصوصا في المباراة الأفريقية اللعبة كانت تلعب بكوة جدا كانوا يستخدموا لعنف أوقات فأنا أحسن لي إن أنا حافظ على اللاعب بتاعي بدل ما أبقى باكسب ستة واحد في المباراة أنا فانية ما استفدتش منها وفي النهاية بأخسر لعب أنا بالنسبة لي شاهف أن محمد محمود مهم أول مسم النادي الأهلي مهم من إراحة أفشة مهم لمكسوني مهم من المجموعة خلينا أسألك على قبل ما أدخل في مطش الإسماعيلي عايز أسألك على أهلي المسم الجديد أنت تقريبا بحكم شغلك أو بحكم نقطة القوة عندك فكرة تحليل أداء وكذا بالتأكيد قاري كويس قوي قمشت النادي الأهلي وقاري كمان إمكانيات كل اللاعبة هل شايف أن الطريع الأمثل من وجهة نظر شريف الطريع الأمثل لاستغلال الأسماء الموجودة في سكواد النادي الأهلي تحتم على مستر مسيماني أنه يغير طريقة اللعب ولا من الأفضل أنه يسبب طريقة اللعب ويختار العناصر الأنسب من قمشت الأهلي لتنفيذها أنا بالنسبة لي تغيير طريقة اللعب أدي كصة كبيرة قوي يعني عشان تغير طريقة اللعب فنتكلم أن تقريبا أنت مجموعة اللعب الموجودة في النادي الأهلي ومعظمها محليين ندري الأهلي عنده خمسة بس المحترفين خمسة المحترفين ممكن يقدروا يطبقوا أربعة ثلاثة ثلاثة خصوصا أن الخمسة المحترفين فيه أثنين أصلا مدافعين فنحن بنتكلم أن الصعوبة في أربعة ثلاثة ثلاثة في الثلاثة بتاع النص الملعب بتاع العلب الملعب والثلاثة المهاجمين هذه الصعوبة في الطريقة أنا عندي مجموعة اللعيبة دي يعني محمد شريف ومحمد مجدي أفشا وكهربا ومجموعة اللعيبة اللي موجودة دي كلها السن اللي هو من ثلاثة وعشرين لستة وعشرين سبعة وعشرين السن ده أول ما بدأ يلعب حداشر بدأ يتحول مقطعات النشئين من الملعب السباعي للحداشر كان عنده تقريبا تلاتاشر سنة الكلام ده من عشر سنين مصر بدأ اتلعب أربعة ثلاثة ثلاثة واحد تقريبا من ألفين وتسعة ألفين وعشر فاللاعب ده ما جاتش عليه لحظة لعب أربعة ثلاثة ثلاثة مفيش مدرب في قطاعات النشئين كلها قال له تعال هاعلمك ازاي تلعب أربعة ثلاثة ثلاثة لأن اللاعب ده ممرش بده فأنا عشان أعمل ده مع اللاعب آه هو بروفيشنال دلوقتي هو لعب محترف بس اللاعب المحترف هل هو عنده مخزون ثقافة كفاية تكتيكي ان هو يقدر أقول له إلعب أربعة ثلاثة ثلاثة فينفس كويس ما اعتقدش مدربين قطاعات النشئين في مصر كلها زي ما بتلعب الفرق الأولى هم بيلعب فأنا مش متوقع ان في مدرب مر على مجموعة اللاعب اللي موجودة في الناد الأهلي لعبهم أربعة ثلاثة ثلاثة منهم هم نشئين مش دلوقتي فأنا عشان أعمل ده دلوقتي أنا محتاج وقت محتاج فاطرة إعداد ومحتاج مباريات ودية أتعلم فيها فوجهة نظري سبات الطريقة سبات الطريقة ده أحسن حل التشكيل الأمثل اللي يناسب طريقة ميستر موسيماني ويبقى عنده قدرة على نغير شكل وأداء كورة النادي الأهلي هيكون سؤالة لك أسمع عجبته منك بس بعد الفاصل قبل الفاصل سألت شريف هل أنت شايف أنه القماشة اللي مع ميستر موسيماني تسمح له تسمح له أنا بتكلم دلوقتي جمهور يعني يعني بتكلم من وجهة نظر المدرج تسمح له أنه يغير طريقة اللعب فيمتعنا يقدم لنا كرة هجومية شاملة يرجع لنا الأهلي طبعا أنت على مستوى ألقاب مقدرش أقول أنه رجل لا رجل عمل مشوار محترم جدا لكن بتكلم على شكل وأداء الفريق وخصوصا أنه صفقات الجديدة فتحة نفسين قوي على الموسم اللي جاي فبالتالي كنت بسأله هل شايف أنه ممكن مع الوجود الأسماء الجديدة دي شكل طريقة اللعب يختلف قال لي لا صعب جدا عشان سخافت اللعيبة وصعب جدا أنه مفيش وقت عشان تغير طريقة اللعب ده محتاجة وقت كبير وبالتالي كان سؤالي دي هل شايف أنه في أسماء تفرد نفسها على تشكيلة مستر موسيماني تقدر تطبق نفس الطريقة 4 2 3 1 وتغير في شكل هذا النادي الأهلي تحساسك بطعم كرة النادي الأهلي التي نحن متعودين عليها؟ هتضيف جودة هتضيف جودة بس أه يعني أنا ممكن لاعب في موقف واحد على واحد فما يعديش فأنا أحس الأهلي وحش لكن لاعب ثاني في نفس الموقف واحد على واحد يعد ويسجل فأنا أحس أن الأهلي كويس فأنا أحساسك بطعم كرة النادي الأهلي يعني أنت تتكلم هنا أن الفارق يصنع إمكانية اللاعبين الفردية؟ بالضبط، هذا الذي سيصنع الفارق لكن على مستوى جودة تاكتك بتاع الفرقة لا، هو النادي الأهلي طريبا ما تغير من وقت ما وصل موسيماني لحد النهاردة كان فيه عيوب تعالج جزء منها وفيه جزء لم يعالج لحد اللحظة نحن نتكلم فيها الجزء الذي لم يعالج للأسف هو منوّر قوي لأنه جزء ادفاعي لكنه ليس بالفداحة يعني هي أخطاء بسيطة بسيطة تعالج لكننا كنا نسيب إكسيكيوز كبير قوي طول الفترة التي فاتت أنه حقيقي لم يكن فيه وقت للمعالجة لم يكن فيه وقت عالج لم يكن فيه وقت حتى أنا كمدير فني قاعد أتفرج على مرشات فرقتي عشان يشوف فرقتي فيين مشكلتها ده ما كانش موجود النهاردة دخل محل الأداء الجديد بطاقة جديدة فطبيعي أن هو يبدأ يشتغل على مرشات الأهلي مع محل الأداء اللي كان موجود مع مستر موسيماني بس أنا عندي بوجهة نظر فيما يخص الأمور بتاعت التاكتك أنت كمدير فني طبيعي يعني نشرحها شغلتي أنا كمدير فني هشرحها بقى ببساطة للناس أنا باجي بدخل مع مجموعة اللعيبة اللي موجودة هنفترض أن معي 35 لعب فالمدربين مدارس في مدرب بيجي يدي البلان بتاعه للناس الاسستنس خد اشتغل ده في التمرين وهو بيقف يأبزيرف التمرين كله ويبدأ يعدل الشغل بتاعه في مدرسة تانية بينزل الملعب يشتغل بإيده بس بيوزع البلان على كل مجموعة لو عندي اتنين تلاتة مدربين مدرب مثلا هنشتغل مع مجموعة المدفعين والمهاجمين وهكذا بديله البلان بتاعه وهيشتغل بيه وهطلب منه الشغل وهطلب منه أن اللعيبة دي وقفة في المرحلة دي أنت في نهاية التمرين المفروض توصل لكذا وأنا روح أتابع نهاية التمرين اللي هو المفروض يكون وصله وأنا في خلال ده ببدأ لو أنا شايف أن فيه حاجة ما بتتصلحش والراجل الاسيستنت مش بيعدل مش بيقول فهده هدخل هقول يا جماعة عملوا كذا لما أنت يكون عندك 35 لاعب ويكون الملعب فيه اتنين مدربين مدير فني ومدرب عام هنقسم المجموعة إزاي مكسنس أن إحنا الاتنين هنشتغل مع 35 لاعب إحنا الاتنين كل مدرب فينا هيشتغل مع 12-13 لاعب هل ده شيء منطقي؟ للأسف بروفيشنالي لا بشكل احترافي لا فلازم أن النادي الأهلي زي ما أضاف محل الأداء يضيف 2-3 مدربين كمان الـ 2-3 المدربين علشان أقدر بسهولة أوزع مجموعة اللعيبة اللي موجودة عندي فمجموعة اللعيبة اللي موجودة عندي لو حد عنده مشكلة فردية فردية أقدر أشتغل معي أو لو لاعب يسبب لي مشكلة جماعية أقدر برضو أشتغل معي هكلمك على حتة الانسجام شوية شريفة يعني هقولك ثنائيات وتختار لي دايما الأفضل أنت عرف أنه الأهلي عنده أفضل والحمد لله الموسم ده في كل الملاك استقليب في كل المركز ممكن تعد واحد واثنين وثلاثة واربعة كمان فلو جينا مثلا قلب الدفاع الثنائية الأفضل من وجهة نظرك عندك هتكلم على الجهزين عندك ياسر أيمن بدر ربيع وإن شاء الله بإذن الله هيتضاف ليهم قوة ضربة ضفعية بإذن الله إن شاء الله قريب جدا جدا هتشوفوا كابتن محمول متولي في الملعب بإذن الله إن شاء الله أنا بالنسبة لي لو متولي جاهز فأنا الثنائية الأفضل بالنسبة لي هي بدر ومتولي بدر ومحمول متولي هذه الثنائية الأفضل بالنسبة لي أقول لنا كشريف حاجز أتفرج عليها في الناد الأهل وحس إنها الأقوى هي الاتنين مع بعض هيمثلوا قوة كبيرة قبل لأن فيه شوية حاجات نقصة ما بين الثنائية اللي موجودة دلوقتي للأسف هيعدلها محمول متولي طيب الجبهة اليمين ثنائية الجبهة اليمين مع بعض عندي وراء محمد هاني أساسي لفترة طويلة جدا في مركز ده أكرم توفيق توظف فيه وأعتقد أنه نجح بشكل كبير في أنه يؤدي سواء أهلي أو منتخب وعندي كريم فؤاد واحد من السفقات المنتظرة واللي الجمهور حطت عليه أمال كبيرة جدا يلعب يمين يلعب شمال بس يعني محسوب على اليمين أكتر وبالتالي عندي ثلاث أسماء وراء في لحية اليمين وعندي قدام عندي حسين الشحات يمين عندي تاو يمين وعندي أعتقد يعني ممكن تعب عمار في الحتة دي أعتقد ومكسوني كمان ممكن يلعب يمين الدويتو الأقوى من وجهة نظر شريف هاني والشحات هاني والشحات مش أكرم أكرم لعيب موهبة لعيب وتنشيل ولعيب مهم جدا للنادي الأهلي وقدم جودة مختلفة بس أنا لازلت بشوف المباريات للأسف بعين شغلتي عين المدرب والمحل طيب أكرم لحد دلوقتي مش بيقدم هو بيقدم نسخة يعني جودة لاعب حطيته في مكان بقى شوطر قوي بس هو الجزء البوزيشنينج لا هو بيمس بوزيشن كتير للأسف بس هو كجودة لاعب أنا شايف أنه يعني يستحق دقيقة لعب كتير طبعا ورجولة أكرم وروحه في الملعب بتعود حاجات كتيرة جدا عنده بصراحة يعني الرجولة والروح دي يعني ما شاء الله ما شاء الله بصراحة يعني أتمنى أتمنى أشوف الروح دي الغل اللي في الكرة ده اللي أنك تقتل على كل كرة إنك لغاية آخر ثانية بتقدم أقصى ما عندك أتمنى إن شاء الله بإذن الله طيب نروح ناحية الشمال عندي معلول وهحط برضو معايا كريم فؤاد وهحط معايا محمود وحيد وهحط معايا هم أيمن أشرف بما أنك أنت طلعت أيمن بره المساكين فحط أيمن في ناحية الشمال وقدامهم عندي طاهر عندي كهربا عندي أحمد عبدالقادر وتعوى بميكي سوني وتعوى بميكي سوني أنا لو اخترت يعني بما أني اخترت حسين يمين فمية في المية هختار تعوى تعوى شمال مع علي معلول مع علي معلوم قلب الملعب عندي أكرم بما أنك أنت حطيت هني في الإيمين فأكرم يدخل في قلب الملعب مع السلية مع ديانج مع حمدي فاتحي أقوى 2 من وجهة نظرك لو الأهل يلعب 2 في الحيطة ديانج والسلية ديانج والسلية رأس حربة أساسي بالنسبة للنادي الأهلي الموسم الجديد أو اللي تتوقع أنه أنا عرف أنك أنت لك رأي قول قول ما تتكسفش أنا بتراهن على حسان بتراهن على حسان حسين مترحة أني أخدت هذا يلعب أحسن تماما اتضعي تشكيل أهلي أنا تقول أنك courses غير الطريقة فأنت تماما التشكيل أهلي الأمثل لبداية الموسم الأمثل لبداية الموسم التي أتوقعه بقى في مطش الإسماعيلي أو الذي تراهن عليه فيه في مطش الإسماعيلي انفسي هاكب علي لطفي لكن طبعاً اللي شنبي هو الحارس الأول أقرم اللي هيلعب في مطش الإسماعيلي لكن أتمنى أنه هاني اللي يلعب علي آيمان بدر هذه المجموعة التي ستلعب في خط الظهر. ديانجو الصلايا وحمد مجدي أفشا. توقعاتي أنا أن تاو سيبدأ أساسي. لكن ميكسوني سيريح. سيقعد على البكة. وحسين سيلعب هو وتاو. وهيلعب قدامهم محمد شريف. هذا التوقع. هذا التوقع وماتش الإسماعيل. التشكيل الأمثل على مدار الموسم من وجهة نظرك. الذي سيطلع أقوى صورة أو أقوى نسخة للنادي الأهلي. شناوي. حمد هاني. علي معلول. بدر. متولي. إن شاء الله يرجع بالسلامة. ديانج. عمر السولية. حمد مجدي أفشا. حسين الشحات. شمال. برسي طاوي يمين. وحسام حسن. أتكلمت عن الموسم الإسماعيلي. وكيف ترى المواجهة؟ نحن نبدأ الموسم بمواجهة نارية. الأهلي والإسماعيلي دربي من دربيات الكرة المصرية. متوقع إيه؟ شكله أداء الإسماعيلي. شايفه كيف زروف سبعة الموسم؟ وانتلقت الأهلي في الموسم الجديد؟ أنا عندي توقعات إن الإسماعيلي هيمر بأزمة تقريبا شبه الموسم اللي فات. لأن الإسماعيلي بدأ الموسم اللي فات بشكل. من أهاب شكل تاني مع إهاب جلال بشكل؟ بدأ بشكل وبطريقة. وكمل بعد كده بشكل وبطريقة تانية في نص الموسم. لما حاول يسعد مجموعة ناشئين. ونهى مع الكابتن إهاب جلال بشكل مختلف تماما وبطريقة مختلفة. وبسلوب مختلف. فأنا عندي إحساس إن اللي حصل ده مع جودة اللاعبين الموجودة في الإسماعيلي. مش هتخلق أحسن حاجة للإسماعيلي مع عبدات الموسم. بس الإسماعيلي بيجي قدام الأهلي وبينسى كل الحاجات دي. يعني تبقى مواجهة الأهلي والإسماعيلي بالنسبة لفرقة الدرويش بطورة. هما بيجوا قدام النادي الأهلي بصرف النظر عن ترتيبهم إيه في الجدول. بصرف النظر عن ظروفهم إيه مقدمات ما قبل المباراة إيه. بيقدموا أحسن وأقوى أداء ليهم على مدار الموسم كله. يعني فرقة إسماعيلي لو تلعب قدام فرقة الدوري كلها كما تلعب قدام الأهلي هتنافس مع الأهلي والزماني. لا لا أنه أنت بتسيب يعني أنا أسف. بس لأنه أنت بتسيب مساحة لده. أنت نازل عارف أن ده ماتش ديربي. ده مش ماتش زي أي ماتش. فأنت كلاعب لازم تكون مهيئ. أنت كمدير فني لازم تكون مهيئ. أننا لو بابزل في معظم الوقت 70-80% من طاقتي. لا أنا نازل عامل 120. لماذا؟ لأن أنا أعرف أن المنافس سيقوم بعمل 120. فإننا الاثنين لو تحطينا على نفس الروح الكتالية. سنصل إلى مرحلة أن نسعتها الفنيات ستحكم. والفنيات فرق الجودة كبير بين الأهلي والإسماعيلي. موجهة سهلة من وجهة نظرك بالنسبة للأهلي. لا يوجد موجهة سهلة. كنا قلنا قبل مواجهة الجيش. لا يوجد موجهة سهلة. في الآخر الكرة. في الآخر 11 لعب. في الآخر توفيق. فقط قبل كل ده يوجد عمل. لو أنت اشتغلت كويس قوي على الفرقة اللي أنت هتلعبها. وعرفت الفرقة اللي أنت هتلعبها. إيه مميزاتها. وإيه عيوبها. واشتغلت على ده. وحفظت لعبتك واشتغلت معها. في أمور كتير زي الروح الكتالية. أنا آسف مش هكون لها قيبة. ليه؟ لأنه خلاص أنت بتشتغل فني في الملعب. فأنا شايف أن جزء هيقع على مسماني. وجزء هيقع على اللعيب. وأنها تكون مدركة قيمة أن هذه مباراة الأهلي والإسماعيل. طيب. أختم معك بأفضل ثلاث لعبين في مباراة النيجر الأولى. وأسمع رأيك بأفضل ثلاث لعبين في مباراة النيجر الثانية أمبارح. المباراة الأولى التي تلعبت هناك. واللي الناس ما كانتش مبسوطة قوي من الأهلي فيها. اخترت الجمهور اختار أكرم توفيق رقم واحد. علي معلول رقم اثنين. علي لطفي رقم ثلاثة. ينفع ما نختارش؟ بصرف النظر. بالتأكيد هناك لعيبة. يمكن أن الأهلي ككل لم يكن جماعي. لكن بالتأكيد هناك لعيبة أجادة. والأهلي لم يكن مجهود في المباراة النيجر الثانية. بصرف النظر. لا ينفع أصدم لعيبة أجادة. حد يستطيع أن يختلف أن أكرم توفيق. ده اخترار الجمهور بالمناسبة مش كلامي أنا. حد يستطيع أن يختلف أن الأهلي لم يكن في يومه. لكن أكرم توفيق عمل جيم تمام جدا. أكرم كان كويس. ليه أظلم أكرم؟ لأن الأهلي كله كان وحش. أو كان ليس موفق في المباراة. عدد الدقائق التي أخذها أكرم. لا تعمل منه من الدقائق. فقط هو عمل دقائق كويس. ده رأيي جمهور في النهاية. أنا سألت الناس. أنت وجهت نظركم؟ أفضل تعيبة الأهلي. قالوا لي أكرم علي علي. معلول لطفي. أنت متفق مع هذا أو مختلف؟ لو على الترتيب ده بالترم ده متفق. ولكن لو أختار أنا كشريف؟ لا أمش أختار ولا واحد. لو تقيم على مدار موسم. نحن لا نقيم مباراة. نعمل هذا لكي نقيم على مدار موسم مطش بمطش. مين أفضل ثلاث لعيبة؟ ويخش سكورشيت. فنعرف مين أفضل لها في الموسم. مع نهاية الموسم؟ مع نهاية الموسم. طيب. نعني على رأي الجمهور. أو رأي الجمهور. ليس رأينا. دعنا نأخذ رأيك في أفضل ثلاثة مبارح. أكرم رقم واحد. أكرم رقم واحد. كهربا. وعلي طبعا. أكرم كهربا. علي طبعا. علي مين؟ لطفي طبعا. شايف علي كان من نجوم المباراة مبارح؟ أنا شايفه كان من نجوم المباراة. وشايف أنه كمان نفس الرسالة تقريباً اللي احنا قلناها لحسام حسن. هنقولها لعلي لطفي. لازم تكون مدرك أن أنت جوى النادي الأهل النجم. فلازم الأتيتيود بتاعك. بين الثلاثة خشبات. وجوى منطقة الجزاء. لازم يكون أتيتيود نجم. لازم لما المدافع اللي قدامك يغلط. أنت تزعى. وتعمل كل اللي المفروض تعمله كحارس مرمى. نأخذ الرأكشن بتاعلي اللي أنت عايز تعلق عليه. نأخذ الرأكشن. سريعاً جداً. نأخذ الرأكشن علي لطفي مبارح. أنا قلت لكم أن الولد الحقيقة. ما فيش فرصة جات له. ما أثبتش ذاته وجوده فيها. أو ما فيش مباراة شارك فيها. ما كانش على قد التحدي. وعلى قد حراسة مرمى نادي بحجم النادي. أنا عايز بس نركز في اللحظة دي. هناك مشكلة حصلت من مجموعة المدافعين. أنت لازم تقوم تزعى. عشان تفوق الناس. حتى لو المباراة فنان مش أقوى حاجة. لازم تقوم تزعى عشان تفوق الناس. دي حاجة تانية ممكن نعلق. هنا آيمن. هنا بقى آيمن. أنا عايز نركز مع آيمن. ما عليش نرجع من الأول لحظة بس. من الأول خالص. الكرة دي على فكرة كان فيه كرة في الملعب برضو دي. نوعا ما. هذه الكرة اللي في منطقة الجزاء اللي جانب. لو نقف لحظة بس. لو نقف لحظة هنلاقي أي. وعلي معلول أعتقد بيشاول هنا إن فيه كرة دخلت الملعب. فاللعيبة مش. علي وأيمن. الأتنين بيتكلموا. بس أنا هعلق على آيمن في حاجة. آيمن كابتن النادي الأهلي. فككابتن النادي الأهلي. ما ينفعش يكون الأتيتيود في كل وقت. لأن هو حصل النهاردة في مباراة النيجر. للأسف مش ينفع يحصل في أي وقت تاني. لو ركزنا مع الكرة بتاعت أيمن. أيمن شايف الرجل بيلعب. ادى ظهره للكرة. وتحرك بخطوات بطيئة جدا. ومش شايف الكرة أصلا. فلا ده ما ينفعش. حاجة من الأتنين. أروح أجري. أوقف الكرة اللي بتحصل. أروح أحط رجلي على الكرة اللي في الملعب. فالحاكم يشوف إن فيه كرتين في الملعب فيوقف. أو إن أنا أشتغل. كأن ما فيش كرة في الملعب. الكرة دي تلعبت بسرعة جدا. مشهد الارتباك. بس هو ما نقدرش نوع ليه حالة. يعني. أنا ده استثناء. أيمن مش ده مش القاعدة بتاعت أيمن. ده الاستثناء. وإحنا دايمن مش بنعلق على الاستثناءات. لكن مهم جدا ككبتن فريق النادي الأهلي. أنت مش تدي دهرك للكرة. وتروح تسيب الكرة بتتلعب. وما تبقاش مركز. علشان شاف كرة في الملعب. والحاكم ما عملش حاجة. لأ أنا هشتغل مية في المية على كل كرة. لحد ما الحاكم يتصرف. بس أنا أكثر حاجة يمكن بساطتني. ده أتمنى ما يكونش بيأثر على اختياراتكم في أفضل تلات لعبين. وإن كان يستحقها بصراحة يعني. لكن الحاجات اللي ببساطتني مبارح في مطش مبارح. علي لطفي. علي لطفي. مش بس الموسم ده. لكن الموسم اللي فات. وفتكروا معايا مطشات كتيرة جدا. كانت صعبة جدا. وكان جمهور النادي الأهلي. هقولها بمنطقة صراحة. حطت إيده على قلبه لغياب الشناوي. وأهمها يمكن مباراة الزمالك في الدول. لكن مفيش مرة. مفيش مرة جات الفرصة العالي. إلا أثبت كفاءة. وإنتوا بنفسكم. إنتوا جماهير النادي الأهلي. اخترتوه كاسم من ثلاث أسماء. كأفضل لعاب النادي الأهلي. في الموسمات اللي هو خدها. وأنا الحقيقة مبارح ببساطة بيه جدا. كل التوفيق ليه. وكل الدعم ليه في مشوار الأهلي اللي جاي. أنا بتهالي حالس كبير جدا. بيطمن حتى في حالة عدم موجود الشناوي. وإن شاء الله بإذن الله يكون واحد من أفضل الموسم بتاعته. أشكرك. وقبل ما أختم الحلقة. لازم أهني يا أبو صلاح. لأن النهاردة بصلاح سوبر صلاح. سوبر مو. والنهاردة مع ليفر بول في مواجهة اليونايتد. ديربي كنا نستنينه. والحقيقة الدهنة اللي إحنا عايزينه أكتر كمان. مش بس ليفر بول إنه فاس بالمباراة بسكور كبير جدا. لكن نجمنا محمد صلاح عامل أسست ولا أروع لنبي كايتا في بداية المباراة. وجايب هاتريك في مباراة أو في ديربي. يونايتد ليفر بول. صلاح رونالدو. وفين على القول ترافلد قلعة الماني يونايتد. كل التوفيق لنجمنا المصري. وبإذن الله إن شاء الله يكون أفضل لعب في العالم الموسم اللي جاي. بشكرك شكرا جزيلا شريف. شكرا. وإن شاء الله موسم جديد بيبتدي. هيكون لنا طبعا لقاءات. وبنسعد دايما نسمع رؤيتك وتحليلك. بتهيلي أنت واحد من الناس اللي ليها بصمة خاصة جدا في الرؤية والتحليل. شكرا. شكرا. أشكر حضراتكم على متابعة. ونتقابل على كل خير بكرا إن شاء الله على شاشة النادي الأهلي في السادسة. تحياتي لحضراتكم. شكرا. شكرا.